استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سعادة السيد علي بن محمد رميحي وزير شؤون الإعلام وزراء الإعلام العرب المشاركين في أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في بداية اللقاء ألقى سعادة السيد علي بن محمد رميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس وزراء الإعلام العرب كلمة شكر فيها فخامة الرئيس المصري ونقل فيها تحية صاحب الجلالة الملك المفدة وقد أكد سعادة وزير الإعلام أنه لا ينكر فضل مصر إلا جاحد أو يجهل التاريخ أو لا يقرأ المستقبل مثمنا دور مصر في حماية الأمن القومي العربي وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدورة الذي يقوم به الإعلام في تشكيل الوعي الحقيقي للشعوب العربية بما يواجه الدول العربية من تحديات وتهديدات لا سيما في ضوء الظروف الإقليمية غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة وانتشار خطر الإرهاب وتهديد كيان الدولة الوطنية ذاته كما أكد أن الإرهاب تسبب في أضرار فادحة للأمة العربية خلال سنوات الماضية وقال إن مواجهته بحسم وقوة باتت واجبة على المستويات كافة ومن خلال استراتيجية شاملة تراعي جميع أبعاد هذه الظاهرة وخاصة فيما يتعلق برسالة الإعلام في نشر المعلومات الصحيحة وبث قيم التسامح والتنوير وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس السيسي أشار في هذا الإطار إلى الدور المحوري للإعلام العربي الحريص على قضايا الأمة في مواجهة الوعي الزائف الذي تعمل على تشكيله القوى والدول التي تقوم برعاية الإرهاب وأضاف السيسي أنه لا توجد حلول وسط فيما يتعلق بأرواح الأبرياء والحفاظ على مقدرات الشعوب مؤكدا أن مصر تحرص كمبدأ ثابت في سياستها الخارجية على عدم التدخل في شؤون الدول وعلى عدم التآمر أو الإضرار بأحد وخاصة من دول جوارها هذا وأكد وزراء الإعلام العرب أن هناك مسؤولية كبيرة تقاوى على عاتق الإعلام العربي خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية وقدموا عدة مقترحات لتطوير العمل الإعلامي على المستوى العربي من بينها تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي وتشكيل لجنة وزارية مصغرة من وزراء الإعلام العرب لتفعيل الاستراتيجية الإعلامية لمواجهة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر